مرحبا يا أحبائي كيف حالكم؟ هل أنتم مستعدون لسماع قصتنا لليوم؟ قصتنا بعنوان أليس في بلاد العجائب كان هناك فتاة جميلة في العاشرة من عمرها وكان اسمها أليس وكان لديها أخت اسمها لميس كانت في يوم من الأيام تجلسان في الحديقة انشغلت لميس عن أليس بكتاب كانت تقرأه ففكرت أليس أن تصنع عقدا من الياسمين بما أن أختها مشغولة وبينما كانت أليس تمشي في الحديقة رأت أرنبا يلبس ملابس فاخرا وكان ينظر إلى ساعته يقول ما هذا؟ تأخرت كثيرا لقد انتصف النهار ثم ركض الأرنب مسرعان تعجبت أليس ولحقت به وأثناء ركضها ساقطت في حفرة وسمعت الأرنب يقول شاربي أذناي إنني أخشى من غضب الأميرة لأنني قد تأخرت عن موعدي معها خرجت أليس من الحفرة ومشت خلف الأرنب ثانية إلى أن وجدت نفسها في مكان يشبه القاعة الكبيرة وكانت أبوابها مغلقة فيها نفق طويل جدا وكان النفق أيضا ضيق لم تستطع أليس أن تدخله لأنه ضيق وجدت زجاجة على شكل دمية مسكتها أليس فقالت لها الدمية اشربيني اشربيني شربت أليس من الماء بعد أن شربت أليس أصبح حجمها صغيرا وأصبح مناسبا تستطيع من خلاله أن تدخل في ذلك النفق دخلت وقادها إلى حديقة جميلة جدا ورأت هناك كعكة كتب عليها كوليني أكلتها أليس وما إن انتهت من أكلها إذ تحولت أليس إلى فتاة عملاقة رأى الأرنب أليس فخاف من حجمها العملاق وهرب بعيدا وأثناء هروب الأرنب سقط من يده قفاز حملت أليس ذلك القفاز فعثرت على مروحة صغيرة بداخله وما إن أشعلت أليس المروحة عادت إلى حجمها ولم تعود عملاقة ففرحت جدا وبعد ذلك وجدت بالقرب من البحيرة لوحة مكتوبة عليها بحيرة الدموع وسمعت صوت فأر في البحيرة يقول أنقذيني أنقذيني أنقذت أليس الفأر وبعد ذلك وجدت شيئا غريبا عملاقا ذو لونين فقررت أن تتذوقه اكتشفت أليس أن هناك قصرا خلف هذا النبات العملاق اقتربت أليس من الباب وإذ ببابه ينفتح ظهرت لأليس أميرة جميلة تحمل طفلا باكيا وتمشي حول قدميها قطة صغيرة وقفت القطة بين قدمي أليس وقالت لها أنا أعرف عما تبحثين وأشارت لها بيدها وقالت هناك يا أليس يعيش أرنب ضريف اذهبي لزيارته ظنت أليس أن الأرنب الأبيض قد اختفى إلا أنها بعد خطوات قليلة وجدت الأرنب الرمادي مع صانع القبعات يشربان الشاي مع بعضهما ووجدت أيضا فأرا يغط في النوم جالسا بينهما وبعد لحظات قليلة حمل صانع القبعات الفأر ورفع غيطاء إبريق الشاي ووضع فيه الفأر تركت أليس الأرنب وصانع القبعات وأكملت طريقها وجدت أليس شجرة كبيرة وكان هناك في نهاية جذعها باب كبير دخلت أليس من الباب وإذ بها تجد الأرنب الأبيض أمامها وخلفه ضابط يحمل تاج الملك لكنها تفاجأت بأن كل الناس كالرسوم التي تتحرك حتى الملكة والملك يبدوان كما لو أنهما أوراقا للعب اقتربت الملكة من أليس وسألتها إن كانت تريد أن تلعب معهم بالورق وفجأة سمعت صوت قط يضحك صائحان أهلا أنا القط الضحك تعلمت الضحك في غابة الأقحوان انظري خلفك إنهما التوأمان الذين لا يفترقان أحدهما معروف بكثرة سؤاله والآخر ثم غرق القط بالضحك ثم اختفى القط فجأة لم يعد موجودا رجعت أليس فوجدت الببغاء والسلحفاء فقد كان الاثنان ينتظران الملكة والملكة ولما وصلا بدأت محاكمة كل من خسر في لعبة الوراق رأى الببغاء دموع أليس فقال لها إنهم رجال من ورق وبعد قليل وصل صانع القبعات إلى أليس وقال لها أنا ذاهب إلى المحكمة فذهبت معه في المحكمة سمعت أليس الملكة يقول أحضر الشاهد فدخل صانع القبعات ثم نادى الأرنب على الشاهد الثاني أليس سألها الملك ماذا تعرفين على الموضوع فقالت أليس أنا لا أعرف الموضوع يا سيدي فغضبت الملكة من أليس وصرخت في الجنود اقبضوا عليها أمسكوها فضحكت أليس وقالت أنتم رجال من ورق أستطيع تمزيقكم جميعا طار الجنود في الهواء متجهين إلى أليس كما تتطاير أوراق الخليف وكان الملك ينادي الرقم ستة تقدم الرقم سبعة إلى الأعلى الرقم ثلاثة إلى الأمام وأمر الملك بالقبض على أليس فغضبت أليس وقالت لهم تقدموا فأنا لا أخاف من الأوراق ولا أخشاها لا يستطيع الملك أو الملكة أن يؤذياني لأنهما أيضا من الورق استمرت المعركة بين الجنود وأليس ولم يستطع الجنود جرحها بالسيوف الورقية التي كانت معهم كانت أليس تمسك بالأوراق وتضعها في جيبها إلى أن سمعت صوت أختها لميس تقول لها أليس استيقظي يا أليس استيقظي لماذا نمتي وهكذا اكتشفت أليس أن كلما رأته كان حلوما جميلا في بلاد العجائب رأته أثناء نومها وليس في الحقيقة هل أعجبتكم القصة يا أحبائي؟ انتظروني لنستمع معا إلى قصة أخرى مع السلامة